لو انت لست شارية خمار فرنسي جديد تعال اقولك على كام لفة كده يلا بينا اول لفة الخمار الفرنسي بيكون من قدام 85 سنتي ومن وراء 125 سنتي لو كان اطول من كده ما فيش مشكلة الخمار الفرنسي بيكون من قدام كده في شريطة لها طرفين كده وفي حبلين برضو من تحت كده هقول لكم دلوقتي دول بيعي وهم اي اول حاجة هنلبس الخمار الفرنسي عادي خالص دي اول لفة وهنجيب الشريطين وهندخلهم من تحت من الحتة اللي هي من تحت الرقبة كده ممكن بقى انت في الحالة تعمل ترقطين ممكن تعمليه بدبوس اللي هو المشبك عادي ممكن كمان تقومي ربطاء هو بتربطة عادي من غاية يعني مش لازم دبوس وتقومي ربطاء طي يا مريم الحبلين دول انا هعمل بهم ايه الحبلين دول بتربطيهم من تحت يعني بتقوم دخلها كده برضو نفس التدخيل انت دخلتها للطرفين الطوال الشريطة وتقومي ربطاء من تحت الربط دي بقى بتضيق الخمار من تحت الرقبة على قدك من عند الزور كده بتضيقه على قدك يعني مثلا لو الحجم بتاعه طويل عليك هيبقى ضيق على قدك يعني انت بتصغره وتتحكم فيه وسع الرقبة نيجي بقى اللافة التانية برضو نفس الشريطين هندخلهم بس بقى بدأ ما نلفهم من تحت من عند الرقبة كده هنلفهم من ورا من عند شعرناه من ورا والطرفين دول برضو هنعمل نفس اللي هنعمل لو هندخلهم من جوان ربطهم هيقوموا مضيقين الخمار على قدنا من تحت اللافة التالتة بقى بالنسبة لاخواتنا المنتقبات دي الجزء ده ده بيكون واسع شوائي بنتحكم فيه الوسع والديق بتاعته براحتنا بيكون في حبل زي ما احنا قلنا هننضيق منه من تحت ده بقى هنرفعه وندخل الحبلين من جوه ونيجي بقى من تحت الخمار ونربط الحبلين دول لورا مش نربطهم لده هتلاقى هنربطهم لورا طيب يا ماريا ما تقولين ان منطقة الجبهة والحواجب باينة لأ الشرطين دول بقى بتقوم منزلهم من تحت كده وتبدأ برضو من تحت الخمار تنزل قدك وتربطي الشرطين دول تدايقهم بحيث داري انت بقى الحجبين وتخلي عنيك بس اللي باين طبعا بيكون قدمك مرية بتداري تتحكيني بقى في الحجم بتاحه وتبقى زمانتي عاوزة تحكيني بقى لانت عاوزة قدمك مرية تضبطي نفسك زمانتي عاوزة تبدأ بقى تضبطي الدنيا براحتك خلص وديك هتلافة الاولى بالنسبة لمنطقة طبعا انا حجب بانا شوية كده بحس عشان مش عارفة اعماله لان مش قدام مرية نجي بقى اللفة الرابعة احنا عاملين الخمار بالنقاب في لفة واحدة احنا دي بقى انتي بتستغني عن الحطة اللي احنا عملناه الاولانية دي وبتربطيز من تحت زمانة عارفين عادي وبتقومي لابسة النقاب عادي برضو والشرطة اللي فوق دي بتتحكي بيها وتداري فيها حاجبك سوف شفتي انا عاملة دي قدم مرية فانا متحكمة في الحواجب بس كده لو احتكتمها اي حاجة تانية مني تداري تقولي في الكومنتات وبس كده في رعاية الله ما تنسيش تصلي عنها بي